هل يصلح أن نلقب بلقب نصارى زي ما بيحاولوا المسلمين يفرضوا علينا ويدعوا أنه سفر عمال الرسل يشهد على ذلك ولا لا يصلح شرحت قبل كده في الموقع يمكن قولتهاش هنا في الغرفة لأنه كان ملف طويل شوية الفرق بين لقب نسيحيين والناصريين والنصارى بس في حاجة وسبعين صفحة فهنش هيكفي مرة واحدة ولكن هنا هقول الملخص بس فاللي أنا هقوله النهاردة هو ملخص ملف أطول بكتير أو موضوع أطول بكتير موجود على الموقع لو رحت للموقع الفرق بين لقب نسيحيين والنصريين والنصارى هتلاقوا الموضوع بالتفصيل اللي قدر أقول بالمملك العادل الشبهة بيقولها البعض هل نصارى أم مسيحيين بيحاول يدعوا بعض المسلمين أنه لقبنا نصارى زي ما قالوا القرآن واسمنا في الحقيقي نصارى وده اللقب اللي أطلق علينا في القرون الأولى وكلمة نصارى ده مزي ما احنا بنقول ديشتيمة لا ده لفظه صحيح وهو ده اللي قاله الكتاب المقدس ولي يثبت الكلام ده أنه فندايك في أعمال الروس الـ 24-5 فبيقول فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيك فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين بيقولوا النص اليوناني النصارى خلي بال حضراتكم حاطت النص اليوناني وحاطت الكلمة اليوناني هنا وبيقول الكلمة دي نصارى فبيقول النص اليوناني بيقول إن إحنا نصارى واخدين بال حضراتكم طبعا هقسم الرد إلى عدة أجزاء لغوية وصياق الكلام وأقوال المفسرين ويمين هم من شيعة الناصريين وهكذا مع ملاحظة لأنا قلت حتى الآن ده نص الشبهة ده مش كلامي يا بتعود التسجيلات إياهم أنا بقول نص الشبهة فقط حتى الآن دلوقت هتبتدي الإجابة أولا كلمة ناصريين في اليوناني ليست نصارى زي ما ادعى هؤلاء المشاككين الكذبة كلمة ناصريين في اليوناني اللي هي نازريون كلمة نازريون وهي قدام حضراتكم وهي اسم مفعول من نازريوس فهي ليست نصارى ولا تطق في اليوناني نصارى أنا مش عارف ليه بعض المشاككين غير أمناء حطوا كلمة يوناني لكلمة نازريون وحطوا جنبها النطق بالعربي نصارى وصلنا للدرجات من الكذبة عشان نصرة الإسلام لكن ما علينا النطق الكلمة اليوناني ليست نصارى على الإطلاق ولكن ده عدم أمانة نطق الكلمة اليوناني نازريون كلمة نازريوس اسم المفعول أو اسم الفاعل جاي من نازريت العبري وكلمة نازريت أو نازريس باليوناني هي اسم مدينة الناصرة اللي ينطق بالعربي ناصرة ولكنه بالعبري نازريت أو باليوناني نازريس دي اللي لق بيها الرب يسوع المسيح لأنه خرج منها لأن المدينة دي اللي كان عايش فيها وده جه عدة مرات فتعبير أنه سيدعى ناصريا حسب المعنى اللي هو نتسير وجاية من الكلمة العبرية اللي جاية منها كلمة الناصرة اللي هي تعني غصن وعشان كده يلقب في العهد الأديم الرجل الغصن ففعلا النبوات انطبقت في هذا الاسم ولكن بالنسبة لليهود كلمة ناصرة الغصن دي هي بالنسبة لهم احتقار ليه؟ لأن الناصرة بالنسبة لهم مكان أصبح جليل للأمم والناصرة قرية صغيرة بيعتبروها مصدراء فلما يقولوا أنه يسوع الناصري ده بيقولها له رغم أنها بالفعل تنطبق فيها النبوات ولكن بيقولها له كنوع من أنواع الاسدراء لأنها مكان صغير زي ما حد يتريع على شخص ويقوله ده أنت من قرية كذا ولا من نجع كذا ولا يدركوا المعنى بتاعها اللي هي تنطبق فيها النبوات فكلمة ناصريين وليست نصارى وحتى كلمة ناصريين بيستخدموها اليهود كمهانة استخدموها في العدد ده في أعمال الرسل 24 للتحقير تحقير المسيحيين واتهمهم أو اتهم معلمنا بوليس الرسول فالإنسان اللي فهم النبوات عارف أن لقب يسوع الناصري لما أيام جسده كان بالجسد يسوع الناصري ده الانطباق النبوات الغصن ولكن الشرير بلقب المسيحيين بالناصريين كتحقير لها وحتى لو جدلا قبلنا لقب ناصريين لكن مش هنقبل لقب نصارى لأنه تعبير نصارى بالعربي باختصار شديد هو معنى موسيق نعم اللقب نصارى في كتب اللغة أو قواميس اللغة العربية هو إساءة على سبيل المثال كتاب لسان العرب لما بيتكلم على هذا اللقب نصارى في باب نون صارد راء ويقول ونصرى وهي قرية بالشام والنصارى منسوبين إليها ويقول أنه يكمل كلامه ويقول النصارى جمع نصران ونصرانة وأصل الاستعمال وواحد نصارى أو نصران نصريا وفي اللغة الأنصر الأقلف وهو من ذلك النصارى قلف متخيلين عشان كده المسلمين لما يحبوا يسمون نصارى هم من يقصدوا بيها إلة الأدب وفي الحديث لا يؤمنكم أنصر أي أقلف لأن النصارى قلف متخيلين أيضا القموس المحيط معنى كلمة النصارى أو الأنصر يعني القلف أو الأقلف إيه رأي حضراتكم يعني الإسلام قاصد بإساءة لما حط لقبنا بدلا ما يقول علينا مسيحيين قال علينا النصارى كعادة الفكر الإسلامي الشيطاني ما عليش سامحوني أخوات الحباء المسلمين أنا أحب المسلمين جدا لكن ما أحبش الإسلام كعادة الفكر الإسلامي الذي يسيء إلى المعاني الجميلة يحول الغصل إلى أقلف دي إلة أدب هو نفس الشيطان بنفس الفكر اللي حاب يقول أن الناس هيرجعوا في الجنة الإسلامية قلف نفس الغريبة واللي تتعجبولها أن الفكر الإسلامي ما يقدروش يدعو أن رسول الإسلام حتى يجهل اسم ناصري أو اسم المسيح ما هو يعرف اسم المسيح يقدر كان يقول علينا مسيحيين ما تكتب في القرآن مسيح بل حتى الإسلام يعرف تعبير ناصري وناصريين فنلاقي تعبير ناصري موجود في صحيح البخاري قال إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري نعم معناها الانتصار وعن ابن عباس سميت النصارى ناصري لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة وكانوا أصحابه يسموا الناصريين طب ليه ما قلتوش عليهم ناصريين ليه سميتوهم ناصارى ليه ما استخدموش كلمة ناصريين استخدموا كلمة ناصارى اللي هي معناها قلف سمحوني في التعبير ليه قلة الأدب فالقرآن بالإضافة لما معرفته لقب المسيح وكان يقدر يسمينا مسيحيين بل كان يجب أن يلقبنا مسيحيين لكمان يعرف لقب ناصري وناصريين وكان يقدر يستخدمه ولكن رفض أصر يستخدمنا بلقب ناصارى القليل الأدب وده واضح كالعادة إنها إهانة من الفكر الإسلامي فكر الإسلامي كعدته في التعبيرات بالإسلوب الشيطانية إن دايما يقصد يلوس المعاني الجيدة حول اسم يسوع أو يشوع اللي هو خلاص يهوى أو يهوى المخلص إلى عيسى اللي انتو عارفينه معنى قليل أدب برضو أيضا حول خيمة الاجتماع على الرمز التاح الرائع اللي هي 60 زراع اللي رمز حضور الله مع البشر حولها إلى خيمة النون كاف ألف حق في الجنة الإسلامية لفعل الشر 60 ميل بدل مكان اجتماع الإنسان مع الله تبقى مكان الاجتماع القليل الأدب وطلعت بالزبط معاه نفس المواصفات تحت خيمة الاجتماع بدل من حرق زيادة الكبد اللي هو رمز الخطية اللي تتحرق والتخلص من الخطية جعل طعام أهل الجنة أول طعام يأكلوه هو زيادة كبد الحوت زيادة الكبد بالصدفة رغم نلاقوا أؤمن بالصدفة أيضا بالصدفة جات معاه الرمز الغرلة اللي هو قطع الغرلة الختان اللي هو معناها عهد دم مع الله جعلوا أن هم من يرجع الكل غرل لما يقفوا مع إله الإسلام حتى رمز حف الشارب اللي هو رمز نجاسة حسب لويين 13 جعلوا سنة محمدية وغيرها كتير 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 قوي مش وقته الآن أدخل فيها لكن أنا أقصد أقول نفهم إيه الغرض من الفكر الإسلامي أنه يرفض أن يلقبنا بلقب مسيحيين لأنه عارف أنه ده معنى كويس وحتى كمان رفض أن يلقبنا ناصريين لأنه ده برضو ممكن يكون معناه مش وحش قوي لكن أصر يلقبنا بنصارى كلمة قليلة أدخل زي ما أصر حاجات كتيرة قبل كده لأنه متنفعش كل ده يكون بالصدفة لأن تعبير مسيحيين لأن نحن تلميذ المسيح وأدباع والمؤمنين بالمسيح وتعبير مسيحيين يعني الممسوحين بالمسحة المقدسة وده تعبير روحي جميل لأن نحن قدسين بالمسيح المقدسين بالمسيح الممسوحين بالمسيح فلقب المسيح هو المسحة المقدسة والمسيحيين أي الممسوحين بهذه المسحة المقدسة اللي هو الرب يسوع المسيح نفسه لكن الفكر الإسلامي الشيطاني يريد أن يدنس هذا المعنى الجميل ويحولنا من معنى من ممسوحين إلى المعنى الفزيئ اللي قدمته لكم الحاجة التانية سياق الكلام مين المتكلم ولقب أصلا المسيحيين بنصارى دولا مش المسيحيين دولا أعداء المسيحيين اللي ادعوا عليهم هذا الإدعاء اليهود ففي سفر عمل الرسل 24 من المتكلم يقول لنا بدايمن عدد واحد وبعد خمسة أيام انحضر حنانيا رئيس الكهنة اللي بيطارد بوليس الرسول حنانيا الإنسان الشرير وخطيب اسمه تيرتلس فعرضوا للوالي ضد بوليس فلما دعية ابتدأ تيرتلس في الشكاية قائلا المتكلمين هنا يهود هو ده المتكلمين اللي يكرهوا المسيحيين جدا وعايزين يموتوهم كلهم وكانوا بيبعثوا زمان شاول وراهم لغاية دمشق حتى عشان يحبسهم ويقتلهم وهنا لما شاول قابل الإيمان بالمسيح بيطاردوه في كل مكان وعايزين يقتلوه واللي هم بيحتقروا المسيحيين وكل والمسيح طبعا واتهدوا المسيح واتهدوا تلميزه وصلبوا الرب يسوع المسيح واتهدوا المسيحين في كل مكان واتهدواهم بأبشع الاتهامات اللي كلها كده هم من اللي متكلمين هنا ويقول لغاية ما يوصل في عدد خمسة فإذا وجدنا هذا الرجل مفسدا أفسد إيه مفسدش شيء مهيك فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين وقد شرع أن ينجس الهيكل ده مش لقب ده اتهام جاي من أعداء ده أتى من جملة اتهامات اليهود للمسيحيين ومعلمنا بوليس الرسول كشيعة يعني طائفة متمردة مرفوضة ينادوا أن بوليس رئيس الشيعة الناصريين احتقارا لي وليهم لأن اليهود بيحتقروا الناصرة وبيدعوا أن هي مكان صغير حقير ومقتنعين أنه لا يخرج منها شيء صالح زي ما جاء في إنجيل يحنى واحد خمسة واربعين في لوبس وجد ناس نائيل وقال له وجدنا الذي كتبه كتب عنه موسى في النموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة فقال له ناس نائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيئا صالح فاليهود اللي رفضين للمسيح مش بقبوب الغصن اللي تنطبق عليه النبوات بل يسيئوا للمسيحيين بتعبير الناصريين بل الأهم أن اليهود اللي يرفضوا أن يسوع هو المسيح يرفضوا إلى أقبوا أتباعه بتعبير مسيحيين لأن هم من رفضين تماما أن يسوع هو المسيح ليه؟ لأنه لو اعترفوا أن يسوع هو المسيح الهيفن لميصايا أو المسيح السماوي ده طبعا معناها لازم يتبعوه ده المستنينه كل هذه السنين فطبعا طالما أنكروا أن يسوع هو المسيح لازم ما يلقبوش المسيحين بلقب أن هم المسيحيين لأن اللقب ده في غاية الأهمية عندهم حسب نبوات دانيال في دانيال 7 ابن الإنسان اللي قاتي اللي هو هيتبع قديس العليه فلولقبوا المسيحيين بهذا اللقب مسيحيين هم بيعترفوا أن هم القديس العليه قديس العليه اللي يتبعوا المسيح الرئيس فعشان كده ليه اليهود ما يقدروش كانوا يقولوا يلقبوا المسيحيين بمسيحيين عشان كده كانوا يستخدموا تعبير ناصريين اللي فيه اتهام فاهمني؟ فحتى الكلمة اللي جاية هنا ده مش لقبهم بالأصل ده مش لقب المسيحيين الأصل ده تهمة حتى الآن اتضح يعني اللي استخدم التعبير ده يهود أعداء المسيحية استخدموه ليه كاتهام يعني مش لقبنا الأصل وعشان ما يقدروش يستخدموا تعبير مسيحيين لأن تعبير مسيحيين بالنسبة لهم حسب العهد الأديم وصفة دانيال خاصة اللي هم القديس العليه أتباع المسيح الرئيس فاليهود ما يقدروش يستخدموا هذا التعبير لعداءهم للمسيح والمسيحيين ييجي الإسلام عارف المسيح ويقدر يستخدم تعبير مسيحيين ما استخدمهوش وعارف حتى أنه الناصريين ده تعبير اتهام ولكن برضو ما استخدمهوش استخدم الأقزن منه إن هو ده صارع يعني زاد الطين يعني الإسلام أشر حتى من اليهود اللي بيهاجموا المسيحيين الإسلام كان أشر حتى من اليهود هؤلاء اللي بيطاردوا معلمنا بوليس الرسول وعايزين يقتلوه فلأهمية لقب المسيح اليهود المعاندين للمسيحيين يرفضوا أن يلقبوهم بهذا اللقب لأنه مش هيدر يعترفوا بينهم من هم القديس العليل معلمنا بوليس الرسول رفض هذا الكلام جملة وتفصيلا بما فيه هذا اللقب ليه؟ نقرف نفس الإصحاح لما بدأ موضوع الاحتداد بوليس الرسول ما قدرش يكمل المحاجهة بتاعته ويكمل الإجابة بتاعته ولكن يقول باختصار لا يستطيعوا أن يثبتوا ما يشتكون به الآن كل اللي فات أنه هو مهيك فتنة ومقدام شيعة الناصريين وبيدنس الهيكل يقول في إجابته أنه هو لم يجدوني في هيكل حاج أحد أو أصنع تجمعا ولا في المجمع ولا يستطيعوا أن يثبتوا ما يشتكون به الآن عليها معلمنا بوليس الرسول في نفس الإصحاح رفض هذا اللقب وكل الاتهمات دي جملة وتفصيلا يعني المشاكك لما بيقول إحنا اسمنا الأولاني كان ناصريين زي ما قال الإسلام رغم إسلام علش ناصريين قال نصارى أيضا المشاكك كذاب لأنه ده مش لقبنا ده تهمة معلمنا بوليس الرسول رفضها فهو يقول أن كل ما يقولونه اليهود في التهمات ضده خطأ ومنها خطأ مقدام شيعة الناصريين ومنها خطأ تعبير الناصريين أصلا بل معلمنا بوليس الرسول اللي ما استطاعش أن يكمل النقاش في هذا الوقت وبعدها بأيام قليلة يكمل لنا نفس الإصحاح أنه تم استدعاءه مرة تانية ولكن برضو ما قادرش يكمل كلامه لما تم استدعاءه مرة تالتة وقدر يكمل الدفاع بتاعه أمام أغرباس فعمل الرسول 26 نلاقي أغرباس يقول لبوليس الرسول بيقول فقال أغرباس لبوليس بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا يعني بوليس الرسول اللي رفض لقب الناصريين استخدم تعبير مسيحيين وعشان كده الملك أغرباس يرد على بوليس الرسول بيقول له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا ما قالوش بقليل تقنعنا أصير نصرانيا ولا ناصري واضح هنا بوليس الرسول وضح الأنبياء تنبعه عن المسيح وأن أبعاء المسيح المسيحيين ده هو اللقب بتاعهم لدرجة أن الملك بيقول له أنا بقليل ممكن أصير مسيحيا أي يعني أبقى تابع للمسيح زي ما أنت بتتكلم يعني اللقب الرسمي اللي عرفه الملك في هذا الزمان واللي تكلم بيقول لس الرسول بعد ما رفض تعبير ناصريين هو مسيحيين لأتباع المسيح لتلاميذ المسيح مسيحيين مفردها مسيحي ومسيحيا فبوليس الرسول مش بس اعترض على لقب ناصريين ده استخدم تعبير مسيحي ومسيحيا وده اللي خلى الملك يستخدم هذا التعبير فالفكرة الأساسية لو المسيح نسب إلى قرية الناصرة صغيرة من تواضعه قبل هذا الأمر ولانطباق النبوات لكن أتباعه لا ينسب إلى هذه القرية وبخاصة بعد أيامة المسيح أشرح بمثال آخر للتوضيح لو أنا أنتمي لقرية صغيرة أو قرية كبيرة أو القاهرة مثلا لو أنتمي للقاهرة هيلقبوني بالقاهري مثلا لكن لو لي أتباع ليس هيلقبوهم بالقاهريين هيلقبوهم باسمي أو فكرتي أو لقبي فهمين أصدأقول إيه؟ مثال للتوضيح أيضا جمال عبد الناصر اللي اتولد في باكوس في حي باكوس أتباعه بيسموهم ناصريين ما بيسموهم شباكوسيين فإحنا أتباع المسيح نسمى مسيحيين ما نسماش ناصريين وخاصة الناصريين ده تهمة وطبعا ما نسماش نصارى التعبير الأليل للأدب في العرب فبولس الرسول وكل أتباع المسيح كانوا يلقبوا مسيحيين وده الكلام ده موجود في أعمال الرسل قبل محاكمة بولس الرسول فقبل هذا اللقب تاريخيا لقبنا قبل ذلك هو مسيحيين فحدث أنه مجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا ودعي التلاميذ مسيحيين في انطاقية أولا فأول لقب للمسيحيين هو تلاميذ المسيح ومسيحيين واضح؟ حتى معلمنا بطرس الرسول ده مش بولس الرسول بس عشان يقولوا ما تستشهدوش من كلام بولس طب حتى بكلام اللي أنا جبته من أعمال الرسل ده المعلمنا لوقا وحتى معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى ستة أربعة ستاشر ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل معلمنا بطرس الرسول بيقول مسيحي مش ناصري نقطة تانية أقوال المفسرين المفسرين أجمعوا أن لقب شيعة الناصريين ده إهانة للمسيحيين إهانة لبولس الرسول والمسيحيين أدليتي المفسرين شرقيين زي أبونا أنتونيس فكري يقول شيعة الناصريين استهزاء أبونا تدري سعوب ملطي واستشهاده من أقوال الأباء يقول تعبير الناصريون ده تعبير وضيع وبيستشهد من كلام القديس يحنى زهبي الفم المفسرين الغربيين زي جيل يقول تعبير نازريون أو نازرينيز التعبير ده اللي استخدموه ده تعبير إهانة كونتنت أوديوس بارنز يقول تعبير ناصريين اللي استخدموه كونتنت بيكر يقول هذا التعبير هذا الترم هو ديس ريس بكت تعبير إهانة خلفية الكتاب المقدس يقول هذا التعبير هو إنسلط إهانة مكارثر يقول هذا التعبير هو أيضا إهانة وغيرهم كتير جدا يعني لقبنا مسيحيين لأننا نحن تلميذ المسيح لقب ناصريين ده تهمة وإهانة والإسلام لا استخدم هذا ولا ذاك لكن استخدم ما هو أسوأ وأقضر منه هو نصارى فالمفسرين المسيحيين وضحوا أن اليهود لقبوا المسيحيين بناصريين رغم أن اسمهم الأصلي قبل ذلك مسيحيين كإهانة لكن لقبهم الحقيقي هو مسيحيين لأننا نحن تلميذ المسيح وأتباع المسيح بل حتى المؤرخين الغير مسيحيين ذكروا لقبهم من هما المسيحيين الكلام ده من فين؟ نلاقي الكلام ده في كتابات يوسيفوس المؤرخ اليهودي في The Work of Flavius Josephus في الأنتيك جزء 18 شبط 3 يقول أن اسمنا صبت المسيحيين Tribe of Christians فلوصلنا له حتى الآن تعبير ناصريين هو إصدراء استخدموا أعداء المسيحيين اللي هما اليهود ضد بولس الرسول لكن التعبير اللائق هو مسيحيين لأننا نحن ممسوحين بالمسحة المقدسة اللي هو الرب يسوع المسيح لكن الفكر الإسلامي لم يكتفي حتى باستخدام تعبير الناصريين الغير صحيح رغم أنه يعرفه لكن حولوا إلى ما هو أحقر وأقزر من ذلك وهو تعبير نصارى المسيح طائفة أو شيعة الناصريين هفترض جدلا أنه الإسلام لما بيتكلم على النصارى ما بيقصدناش إحنا يمكن غلط معلش زي ما غلط في السلوس وتكلم على سلوس تاني خالص ما نفهمهوش هو الإله وامراته مريم وابنه عيسى ما نعرفهمش مين دولة لكن معلش نعتقد أو جدلا يمكن هو ما كانش بيتكلم علينا كمسيحيين بيتكلم على نصارى تانين ناصريين حتى لو افترض جدلا أنه يقصد المتهودين خطا المتهودين دي طائفة يهودية مسيحية يلقي بهم الكتاب المقدس بالمتهودين فهؤلاء ودولهم حتى مش مسيحيين ومش نصريين هؤلاء أمنوا بالمسيح وأمنوا أنه ولد من عزراء ولكن وأمنوا بخلاصه ولكن تمسكوا وأنه هو المسيح وأنه هو الله الظاهر في الجسد وأنه هو المسايا المخلص ولكن تمسكوا بالعبادات النموس موسى الجسدية فقالوا الختان ده هو اللي يخلص وأعمال التقصية النموسية زي الزبائح وزي أعمال التطهير وغيرها وحافظوا على السبت وسائر نظام اليهود ده الكلام ده يشحولنا الكتاب المقدس إلى حد ما في رسالة الغلاطية وأعمال الرسل وأيضا يوساب يسول القيساري في تاريخ الكنيسة هؤلاء رد عليهم مجمع رسول الأول في أرشاليم سنة 49 إلى موجود في أعمال الرسل 15 وضع خطأهم فهي طائفة أصلا مرفوضة وحتى الطائفة دي ما اسمهاش مسيحيين وما اسمهاش نصريين اسمهم متهودين فأكرر اسم تلاميذ المسيح هم المسيحيين أتباع المسيح اسمهم مسيحيين لأنهم اتبعوا المسيح وأمروا بالمسيح وتتلمزوا على إيد المسيح وتمسحوا بالمسيح يعني من سحهم بالمسحة المقدسة اليهود بيلقبوهم نصريين لأنه ما يقدرش يستخدمه تعبير مسيحيين التعبير المقدس بنسبة لهم اللي هو قديس العلي فبيستخدمه مكانه تعبير نصريين كأسلوب احتقار واتهام الإسلام استخدم ما هو أسوأ وأقزر من الاستخدمه اليهود وهو تعبير النصارى لأنه فكر الشيطاني في النهاية أحب أقول حاجة لإخواتنا المسلمين ومرة تانية أكرر رغم أن أنا لا أحب الفكر الإسلامي لأنه في رأي الفكر الشيطاني ورغم ذلك أحب إخوات المسلمين جدا ولكن أقولهم حاجة حتى على أقل باللوجيك لو أنا إنسان محترم بتعامل مع شخص حتى لو كنت لا أقبل فكره أو لكن على أقل هلقبه باللقب اللي هو بيحبه يعني مش هروح للمسلمين أدايقهم وقلوهم يا قثميين لأنه رسلكم اسمه قثم لقس لهم مسلمين فبيستخدم تعبير مسلمين ده أقل نوع من أنواع الاحترام الإنساني إن أنا ألقب الشخص باللقب اللي هو يفضله السورياني اللي بيفتخر بهذا اللقب وبيسمي نفسه بالسورياني بقوله يا سورياني شهود يهوى اللي بيفتخروا بهذا اللقب رغم أن هم من لهم من يعرفوا يهوى ولا بيتابعوا يهوى الحقيق ولا بيشهدوا اليهوى الحقيقي ورغم ذلك بنلقبهم بالشهود يهوى اللي بيفضلوه العلمانيين اللي بيفضلوا هذا اللقب بنلقبهم به رغم أن العلم ليس في صفهم ولكن دل يفضلوه فالمسيحيين بيفتخروا بمسيحهم ويفتخروا بهذا اللقب ليه الإسلام يصر على رفض أن هو يلقبهم باللقب ده والمسلمين حتى الآن مصرين ما يلقبهمش بمسيحيين ليه مش برضو ده علامة استفهام لما تعرف إنسان بيفضل لقب معين ليه بتصر على عدم استخدامه رغم أن ده لقب الحقيقي ولقب التاريخي ولقب الفعلي اللفظي ليه أسلوب الإجبار حتى في الألقاب وتستخدم لقب مهين وتقوله أي وهو ده لقب قاسبا عنك لو الإسلام كان في أي نوع من أنواع الاحترام للآخر ونعلم أن هذا غير موجود في الإسلام لكن لقب المسيحيين باللقب اللي يفضلوه هو المسيحيين لكن لأنه فكر إسلامي لا يحترم الآخر كالعادة ولذلك أقول لكل أحباء المسلمين راجعوا نفسكم في الفكر اللي أنتوا فيه يلقبهم بما لا يفضلوه هو نصارى بدلا ما يلقبهم بلقب التقديس هو مسيحيين فمرة تانية أخواتنا الأحباء المسلمين لقبونا على الأقل بما نفضل بما يحق لنا وبما هو مكتوب تاريخيا بلاش أسلوب الإجبار وإسلوب الإهانة المستترة لأنه ده ببقى أسلوب الشيطان وفكر ليه كتابك وحديث رسولك استخدمت هذا التعبير الغير لأك